السلام عليكم أهلا بكم في حلقةٍ جديدة حديث القاهرة وحديث القاهرة كما كل الأحاديث الدائرة في كل العواصم والمدن العربية عن العدوان الإسرائيلي اليومي على غزة هذا العدوان الإجرامي وهذا العدوان الوحشي وهذا العدوان الذي أعمل آلة القتل في الشعب الفلسطيني آلة القتل العمياء العشواء آلة القتل التي لا يردعها لا ضمير ولا قانون ولا مواثيق دولي وإحنا منشوف كل يوم وسنرى كل يوم كما رأينا في الأيام السابقة تلك المذابح العلنية أسر بالكامل بتفنى عائلات بالكامل في غزة عائلة من الحفيد إلى الجد بتختفي عندنا عدد من القتلى والشهداء تجاوز ستة ألاف ويمضي قدما نحوى سبعة ألاف عندنا ومنهم يعني تقريبا سبعين في المن منهم من النساء والأطفال عندنا قرابة ألفين مفقود تحت الرماند تحت البيوت المهدمة عندنا تقريبا في إحصائيات يعني تقريبية ليست دقيقة قرابة مائة ألف وحدة سكنية تم هدمها تكلم على وحدة سكنية يعني شقة مش بكلم على المباني إحنا أصاد خمستاشر ألف مصاب جريح أصاد مشهد شديد في سودويته وشديد في عنفه وقصوته لكن من المؤسف والموجع والمؤلم أنه سوف يستمر وهذه المشاهد قد تتكرر يوميا فنعتدها سويا وتنضي الأيام فتأكل من حمسنا في الكلام عنها أو في التوجع إزاءها أو في النقاش حولها تتحول إلى أمور عادية وكأننا إزاء خرب يعني يوميا اعتدناها وتتكرر مشاهدها وتتكرر كلامنا بطبيعة الحال فينتهى الأمر إلى أن احنا ننصرف عنها إلى أشياء أخرى وندع يعني المشهد كله إلى يعني منتهاء مأزق حقيقي وهائل زي ما احنا شايفين هذه الدرجة من العنف والوحشية وفي نفس الوقت دركة الألم والتوجع للمجتمع العربي كله وإسرائيل نفسها وهي تجرم هذا الإجرام وبتكلم على أهداف يعني تساوي في الجنون إجرامها أنه فكرة أنها هتقضي على حكم حماس أو هتقضي على حركة حماس دي طبعا أهداف في ظني يعني في ظني الجميع مستحيلة وتنتهي إلى أنه عايز يعمل غزة أرض محروقة وهو بيعمل ده الحقيقة زي ما فيه ناس يعني يغالبها الإحساس الكبير بأنه هذه الحرب وفكرة الحروب أساس فكرة مدمرة ومخربة وأنه السلام هو الطريق وأنه الناس تهتدي إلى السلام والأمان والطمان إنما أيضا هذه الحرب بهذه الوحشية وبهذه النوعية من المجازر والمذابح اليومية واستهداف المدنيين بشكل هائل ورهيب ده اللي هيخلي أيضا عدد لا يعني يمكن التقليل من حجمه أو التهوين من التوقعات التي تحيط بحجمه ممكن جدا هذا العدد ينتهي إلى يأس وإحباط وإلى رغبة في الانتقام والثأرة وإلى مزيد من أعمال العنف بل ومزيد أيضا من أعمال الإرهاب وماله طالما إرهاب بإرهاب وهكذا فحتى إسرائيل ما تبغيه وتعلنه يعني لا يمكن أن يصل بها إلى أي شيء غير أنه الضمار التام والمطلق اللي بيلبي غريزة وحشية وعدوان إنما لا يحقق حلا لا على الأرض ولا في السماء وفي نفس الوقت المشهد بعذاباته دي بيكرر نفسه أيضا نجد حماس يعني لا تحمي شعبها حماس لا تدافع عن شعبها حماس غير مسؤولة عن أمن شعبها إطلاقا حماس عرت شعبها من أي حماية ومن أي حصانة ومن أي دعم وأطلقت شعب حماس رهينة شعب فلسطين رهينة لديها موجودة لدى حماس يعني أكبر عدد من الرهائن مش الإسرائيلي الفلسطينيين وصاد إنها يعني تستمر في حكمها أو تستمر في عملياتها أو تستمر في إلقاء سوارخها يعني كما اختطفت المتين إسرائيلي اختطفت قبله اثنين مليون ومتين ألف فلسطيني في غز وفي نفس الوقت النهاردة كان هناك مشهدا مهمة مشهدا مصريا مهما وهو مشهد الجيش المصري في استعراضه العسكري أو في تفتيش القتال أو الفرق الربعة وكيف يعني حضر رئيس الجمهورية والقيادات العسكرية والسياسية هذا المشهد اللي فيه جلال وجلل واللي فيه إظهار واستعراض وهو تعبير دقيق وتعبير وتوصيف يعني مهم للغاية استعراض عسكري لقوة مصر وقوة جيشها وقدراتها وإمكانياتها والحجم والعتاد والتنوع فإحنا بنتكلم على استعراض عسكري الغرض منه رقم واحد في ظني رسالة إلى الداخل اطمئنه وما تنزعجوش من كل بقى السخافات والشائعات والسخامات التي يلقيها علينا الإخوان ومن لف لفهم أو الكارهون ومن لا يستطيع أن يعي الفرق بين السياسة والوطنية أو الوطن والحكومة والحكم لا بقى يعني نعير هؤلاء اهتماماً ولا هذه الشائعات قالها دي التقاولات والتقرصات لأنه جيش المصري جيش قوي ومستعد ومجهز ومتأهب وأنه جيش للدفاع عن مصر وحدود مصر والسيادة الوطنية وأنه أي يعني محاولة للمساس بأمن مصر أو سيادة مصر هناك لهذا الشعب جيش جيش الشعب يحمي هذا الشعب بجنوده بضباطه بقياداته بأسلحته بدباباته بمضرعاته بطائراته بمدافعه بموشاته قبلهم جميعاً فاحنا لابد أن يستقر بنا هذا المشهد مش مجرد الاستعراض لا وكمان ولطمئنان إلى هذا الاستعراض العسكري الكبير والمهم دي الرسالة الداخل رسالة الخارج أن احنا لا نخشى أحداً وإحنا بمناسبة عيد المقاومة الشعبية أو عيد السويس 24 اكتوبر في صبيحة اليوم التالي بنستعرض قوتنا وجيشنا وإمكانياتنا وقدراتنا أحسن يكون حد فاهم غلط أو متصور غلط فهذه قوة مستعرضة أو مستعرضة وهذه إرادة واضحة هذه القوة قدامكم وهذه إرادتنا واضحة ومن أولى هو وتصرحتنا قطاع حاسمة في هذا السياق أي لغوة ولهو بقى لاحق من قبل زي ما بقول لكم يعني أبواق الإخوان أو ميكروفونات الكارهين ده موضوع يخص بقى سلامتك العقلية وصواب قلبك إنك تطمئن إلى من وإنك أنت تستند في طمأنينة في الطمأنينة التي يعني تخاطب قلبك يعني إلى من إلى جيش مصر الذي رأيته ولعلك شهدت شيئا من قواته يعني برهانا كي يطمئن قلبك وإلا أنت هتروح إلى الجري وراء السخفات والتفاهات والشائعات والتخرصات والتقولات أو الضغوطات أو الابتزازات اللي بيعملها ثمة شخصه من هنا أو جهته من هناك فأرجو بس إنه يحصل للرأي العام المصري وما بكلمش أنا بقى عن الرأي العام اللي هو وساء التواصل الاجتماعي ولا المشاطاء على تويتر ولا لا بكلم رأي العام المصري اللي هو يعني الشعب المصري فيه بيوته وفيه شوارعه وفيه أعماله وفيه مشاغله وفيه حتى قهاويه يعني إنك أنت يعني اطمئن آمن جدا إلى إنه فيه إرادة والسيادة وإنه فيه قوة وإنك شعب قوي قادر عليناك تدافع بنفسك وقبلك بجيشك على سيادتك الوطنية وإنه بقى اللغو واللهو الدائر القائم المستمر الملح المتكرر حول أصله هيدخله إيه في سيناء هيدخله إيه في سيناء هذا كلام هراء وطراهات يعني البعض يريد أن يكرر الكذبة مئة مرة ففي المرة المئة واحد تصبح حقيقة فأرجوك لا تسمحوا لأنفسكم أن تكون هذه الكذبة من الأفواه إلى الأذان ومن الفم إلى الأذن ونقعد نرددها وكأنها يعني محتاجين أن احنا ننساق وراء من يريد أن يحول هذه الكذبة وكأنها يعني يحولها إلى شيء وكأنه شيء واقعي وحقيقي عموما ده اللي بقوله ده يخص يعني أمراض عربية تظهر بوضوح في مشهد زي المشهد اللي احنا فيه من أزمة العدوان الإسرائيلي على غزة وما سبق وما لحق وأثناء هذه الأيام كلها بتظهر لنا أمراضنا أمراض العقل العربي أو المجتمع العربي وده شيء مهم ان احنا نسائل أنفسنا ونحاور ونتحاور حول هذه الظواهر علشان بس نتثبت من الأرض اللي احنا وقفين عليه طبعا هو أشهر مرض عربي هو الطاعة دكتور فؤاد زكريا الله يرحمه في لسفن الكبير كان يقول لك مرض عربي اسمه الطاعة الطاعة هو المرض العربي الأول في ظن يعني اللي مطلوبة طول الوقت الطاعة لرجال الدين الطاعة لرجال الحكم الطاعة للاستبداد الديني الطاعة للاستبداد السياسي فحتى الطاعة للسلطة الأبوية الطاعة للسلطة للإكراه المجتمع فانت تطيع المجتمع مكرهن علشان أحسن يقوله عليك أنك مختلف أو بتقول حاجات صادمة أو أن انت مش عارف خارج عن الإطار الوطني أو خارج عن الإطار العقلي أو إطار الديني أو إطار الجماعة الوطنية وكلامي يا ده فالطاعة دي مرض عربي أصيل أتمنى أن احنا يعني في يوم الأيام نناقشه بتفاصيله وبي يعني كل ما يحتوي من جوانب وأركان لكن اللي أنا عايز أتكلم عن الأمراض النهاردة عن المرض الأول وهو المزايدة المشهد من يوم 7 أكتوبر للنهاردة ومستمر معانا شوية بيوضح بقوة يعني إلى أي حد المجتمع العربي مجتمع من المزايدات يعني إيه المزايدة؟ المزايدة والمبالغة وإظهار الاهتمام والحرص أكثر من الآخر المزايدة عاملة زي المزاد يعني أنا أقول مية فحد يقول لك لا مية وخمسة واحد يقول مية وخمسة لا مية وعشرة حالة المزايدة دي على الحكومات وعلى الشعوب بعضها على بعض يعني وكمان بقيت مزايدة يعني حتى مجانية من الجميع على الجميع فأنت مش بس يعني يبدأ لك رأي أو موقف لا لازم تزايد على الآخرين لو قال رأي مش عجبك فأنت تزايد عليه ترفع بقى يعني لو قال لك يا جماعة إحنا لازم يعني نقف جنب فلسطين في الثاني يقول لك نقف جنب فلسطين بس بقا بعد ده كله وغيرة تقول لنقف جنب فلسطين إحنا لازم نموت عشان فلسطين فيجي واحد الثاني تقول لك نموت؟ نموت عشان فلسطين؟ خلاص يا المسألة بerald كدة يحنا لازم نتحرق عشان فلسطين ونقف تبقى نزاد على بعض كده كل مزايدات فيقول لك آه ده سحب السفير آه سحب السفير بس ولازم ترضي السفير ويقول لك ترضي السفير ترضي السفير بس ده لازمش حرفيه كده يعني وبعدين يا إخي أنا متضايق عشان اللي بيحصل في قصة متضايق كل اللي بيشوفه ده بتقول متضايق انت المفروض تمفجر تقول له على فكرة يا مشوف ده أنا شوفت فيلم بتشوف فيلم بتفرج على فيلم وغزة بتموت هو فيه يا جماعة مزايدات كده بقى طول الوقت طول الوقت في كل حاجة وفي أي حاجة لأولا طبعا المزايدة دي أصال عجز ما فيش شك يعني شعوب عاجزة يعني تشعر بعجز شديد جدا وسياسينها ومعارضيها ونشطاءها وحكمها يعني كلنا على بعض يعني في حالة عجز فالعجز ده بيعمل ايه العجز بقى يطلع المزايدات دي وبالذات على اللي موجود فيه في صنع القرار يعني عايزة أقول لكم انه جمال عبد الناصر اللي هو بقى زعيم القومات العربية واللي هو بقى اسرائيل عدو اسرائيل واسرائيل بقى عايزة تتخلص منه ناكس تيونيو كان عملية قتل الطاووس وكان اسمها كده وحاجات زي دي يعني جمال عبد الناصر اكتر ناس زايده عليه يعني سواء المتطرفين المتشددين الاقوية اللي هم بانصار القضية في مصر وفي الوطن العربي كله لما جمال عبد الناصر وافع على قرار اتنين اربعة اتنين 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 واربعين بتاع مجلس الأمن لما وافع على مباردة روجرز ينهري سويد انتعرف كان فيه حرب استنزاف وعمليات على الجبهة وعمليات خلف صفوف العدو وكده وإسرائيل بتضرب في العمق المصري فطبعا يعني جمال عبد الناصر يعني مدارس بتاعته بتتضرب الأطفال بتقعوا بيتقتلوا وبيترموا عنهم قنابل فجعل الناصر عايز يوقف النزيف ده تماما فأول ما حصل مبادرة من الوزير خرجال أمريكا ظن روجرز وقتها بوقف اطلاق النار وهدنة وبتاع وعمل مبادرة وافقنا عليها فوق وانا عبد الناصر وافق عليه ينهري سويد على اللي حصل على فكرة عايزة أقولك بس انه قراءة التاريخ هتوفر عليكم كثير جدا في الخاضر فأرجو انه لما نخرج من الأزمة دي كلنا نحاول نحاول نقرأ التاريخ عشان التاريخ ده كتالوج المستقبل انت مش بجيب تلاجة بجيب عربية بجيب آيفون ده ولا موبايل بتعمل ايه بجيب الكتالوج الأول وتشوف الكتالوج ده بيقول ايه لما مثلا تنور التلاجة بتقوم فتح على طول أو تزن التلاجة زنة كده فتفتح حتى الكتالوج وتشوف لو بتاع ده زن يبقى ايه الحل يتصرف ازاي التاريخ هو الكتالوج بتاع الحاضر على فكرة اللي هو اسرائيل ضربت غزة حماس عملت العملية بتاع السبع اكتوبر لو انا بسرعة اجبت الكتالوج التاريخ وفتحته هلاقي مشاهد زي دي بالضبط حصلت وجرى منها واحدة اتنين تقاطة اربعة فاستخلصت النتائج اعرف حلاق على الواقع بدل ما اكرر نفس المصيبة كتالوج شغال كده يعني الله ده يستسطو فيه الحكيم الله ارحمه القديب العظيم يقول لك انا انا معرفش في حياتي انا لو كان حياتي فيها اشارات مرور كان ممكن اغير كتير من حياتي انما انا مشيت حياتي بغير اشارات مرور ادخل من هنا الى اليمين مش عارف في ايه فانت بتخش النفق بحد ما عهوش كتالوج يا جماعة بتخش الازمة ومعاكش الكتالوج بتاعها فلما ارجع لجبال عبد الناصر المزايدات اللي حصلت من مصريين ومن عرب على ان عبد الناصر قبل بواقف اطلاق النار معنى كده انك انت راجل مش هتحرر الارض ومش هتحارب وانت مش عارف ايه وانت اي وايه مزايدات للدرجة لجبال عبد الناصر توتر فيها يعني حصل نوع من القلق والتوتر وبدأ يرد ويقول في احاديثه وفي خطبه ويرد على اللي بيزايدوا عليه هو وعلى جبال عبد الناصر وعلى فكرة وجزء كبير منهم اللي هو من المقاومة الفلسطينية وقتها لانه جزء برضو من المنظمة التالية الفلسطينية والحركات السياسية والفلسطينية اللي موجودة بعضها يعني جزء منها لا بأس بحجمه يعني كان محسوب على انظمة وبيتمول من انظمة عربية اخرى في مقصومة مع عبد الناصر او في تنافس مع عبد الناصر ما علينا فحتى عبد الناصر تمت المزايد عليه رغم انه هو قابل بروجرز ده عشان يعمل خاطة السواريخ ويعرف عشان الطيرين الروس يجوا ويعملوا ويقودوا طياراتهم عشان يعرفوا فوق السماء المصري عشان يعرفوا واجهوا للطيرات الاسرائيلية يعني اسباب مهمة نفس الحكاية المزايدة على انوار السادات في عام الحسم طلع سنة 71-72 ولك عام الحسم ووعد المصريين بان ده عام حسم القضية وعام حسم تحرير الارض انوار السادات ساعتها شغالين في اعداد القوات المسلحة للحرب والخطط شغالة بقى والجمص الشغال والشازلي والمشير احمد اسماعيل ما كانش يسا مشير كان فريق شغالين بقى وتدريبات على الجبهة وتدريبات في البحيرات المرة وتدريبات في ضهشور هنا وبتاع بنستعد المعركة والخطط قاعدة تتزبط بس انما زي عدة 72 من غير ما انوار السادات يحسم القضية فبقى مزايدة وهجوم ومن طيفة البلاد كلها بصريين كمان كل الطيرات فيحصل نوع من المزايدة على انوار السادات وخطبعا النوع ومزايدة هائلة على انوار السادات لما اختار طريق السلام يعني او المبادرة مع مبادرة السلام والتفاوض مع اسرائيل ولما قال ان 99% من اوراق اللعبة في امريكا وحاجة زي دي ومزايدات مزايدات مزايدات لا تنتقى من الصغار ومن كبير من اللي يسوع اللي ما يسوع يعني قبلها كمان جميع عبد الناصر والناصريين والقوميين عمل مزايدة على الرئيس بورقيبة رئيس التونسي بورقيبة لما راح خطب سنة 1965 في اريحة في فلسطين ايام ما كان لسه فيه ارض عربية تحت ولاية عربية يعني قبل ما تضيع في 67 فراح في اريحة عمل خطبة شهيرة جدا خطبة اريحة دي شهيرة للغاية بورقيبة للرئيس التونسي وقال فيها يا جماعة اذا كن احنا مش عارف احنا ثبت ان في القوة مش عارفين نرجع فلسطين ولا عارفين نرجع حقوق فلسطينية وان احنا مش هنقدر نرمي اسرائيل في البحر فخلاص نقتل بيوتة من ابوابها ونعمل صلح او نعمل سلام وانتفق مع اسرائيل ونرجع الارض عن طريق السلام يخبر الدنيا هجوم على الرجل رهيب رهيب من اللي يسوع المسواش عشان بس فكر وقال هذه الرؤية طبعا بعدها ياريتنا كلنا اسمعنا كلامه لان بعدها ضعت نص فلسطين من اللي بيزايده على برقبة فشغالين احنا مزايدات دلوقتي كله بيزايد على بعضه اللي يعرف اللي ما يعرفش على فكرة اللي ما يعرفش عن تاريخ فلسطين غير النشارطين اللي شافهم نشارطين الاخبار اللي شافهم في الجزيرة دي معلومات عن فلسطين بيزايد عادي برضه اللي ما يعرفش اربع صفحات خمس صفحات في حياته من اي كتاب عن فلسطين برضه بيزايد ويقول ويخش ويقرأي ويعك اي حايمش وان يعني ليه لانه مزايدة فنقعد بقى نسمع بقى من هنا للصب وهنفضل نسمع مزايدة دي لن تتوقف الله يرحمه المفكر السعودي بقى الشهير عبدالله القصيمي لما عمل الكتاب الاشهر بتاعه عنوانه اشهر من الكتاب نفسه العرب ظاهرة صوتية فاحنا هنفضل بقى شغالين في الموضوع ده اللي انا بقوله ده لا يعني ابدا ان المزايدات تتوقف لمدة دقيقة خالص هتستمر على اي حد بقول اي حاج يعني فاحنا اصد بقى المشهد ده مزايدات من اليوم الاول لازم نفتح معبر رفح للنازحين طب هم ما نزحوش ولو فتحنا معبر رفح توطي وده لن نقبل به وتصفيها اللق preferred الفلسطينية ولن نقبل به هه تتخلونه عن القضية الفلسطينية وعن فلسطين الجريحة طيب دعاوة إسرائيلية وضغوط وكلام بقى فارغ بهراء بتنشره إسرائيل وصحفها أو مواقع لها أو تصريحات على لسنة مسؤولين فيها سابقين أو حاليين مواقع أمريكية بتكتب على حكاية سينة ومصر هتسقط ديونها مقابل اني مش عارف ايه بتاع فمصر بكل لغات العالم بتعلن رأيها وموقفها بوضوح لا مزايدة ده بس كده وبعد كده هيوافق مزايدة وقلاء والرواية مستمر والإخوان مشغلين قالتهم وكل الناس بتنساق حاجة يعني رهيبة زي اللي يقولك ما هذا العجز مش عارفين ندخل وقود لغزة طب يعني نعمل ايه حضرتك ندخل وقود لغزة ازاي نودي احنا الوقود كده من نفسنا نعدي معبر رفح من الجانب المصري من يطلع على الجانب الاسرائيلي فاسرائيل تقوم ضربة القوافل اللي راح بالوقود فتنفجر ودي فرصة بالمناسبة بين قوصين كده احيي كل العظام العظماء الابطال سائق الشاحنات للمساعدات اللي بتخش هؤلاء ابطال عظام لابد من تكرمهم وتعظيم دورهم المهم انه بقى ندخل احنا بقى المساعدات الوقود ده فينفجر بقى يضربوهم وينفجر ويعمل مصيبة سودة فاحنا نسكت ازاي بقى يعني احنا كده اتضربنا وكده المساعدات بتاعتنا اتضربت فالرد بقى ونخش حرب يعني حضرتك حاطت رجلي على رجل وبتقترح لي ان انا ادخل بالوقود لانه ما يصحش عشان خاطر اخش حرب مع اسرائيل يعني افهم انت بتقول ايه طيب يعني مش معقول يا جماعة وانا لما ادخل بالعافية بالعافية وبدون اتفاق وبدون تفاوض معناه ايه انا اقدر بالعافية ما دخلش عندي حد على ارضي وسيادتي وانا حر فيه انما في ارض الاخر بقى الارض المحتلة الارض اللي تحت قصف النيران اعرف انا افرض اردت فيها ازاي معرفش طب لا اهطاع وقدرت ودخلت المساعدات ايه اتضرب لا المساعدات راحت ولا المساعدات وصلت وتحول الموضوع الى صراع عسكري وحربي خلتني الطرف فيه انا مستعد على فكرة لكن يوم ما انا قرر مش يوم ما اه يحيى الصنواري قرر يعني احنا بالنسبة لنا يعني ده قرار الشعب المصري قرار القيادة المصرية مش قرار بيتاخد في نافق في غزة ان الجيش المصري يخش في حرب وانه ما الشعب المصري يخش في حرب لا يا حبيبي يعني انت خاطف الشعب الفلسطيني كمان عايز تخطف الشعب المصري ليه عشان فيش وقت مزيدين افتحوا الرافق المعبر خشوا ودوا يا سلام ويقولك طب هيعملوا ايه لو لو يعني الاف الفلسطينيين وقفوا على الحدود والضرب شغال وعايزين يدخل ومش هندخل يعني هنعمل ايه الشعب الفلسطيني نفسه قالك انا مش عايز ومش عايز الشعب الفلسطيني بيدفع عمره عشان ما يشيب لا يترك ولا 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 يدع ولا يغادر شبرا من ارضه ما يسيبش ارضه وانت برضو مصمم انه عايز يتركها ويسيبها ويبادرها ويتهجر منه ويقبل بالنزوح منه انت انت المزايد عايز كده وكمان بتقولي طوفر تجولك كمان انت يعني متحكم في الشعب الفلسطيني وفاهم انه راجل ما عندوش ارادة للشعب الفلسطيني وهيجي يوقف عند الحدود بتاعتي وعايز يدخل فانا بقول لحضرتك اني شعب الفلسطين مش هعمل كده ولو عمل كده انا مش هدخل في اكتر من كده بقى زايد بقى يلا كمان مزايدات مش هشارك انا في التصفية انا واصر مش هشارك في تصفية القضاة فلسطينية لن اشارك وزا كان في مجانين في حماس بيسهموا في تصفية القضاة فلسطينية وبيمكنوا يعني مجرمين اسرائيل انهم يحولوا غزة الارض محروقة انا مش مجنون ولا معتوه زي حماس عشان امكن اسرائيل او غيرها انها تعمل في الشعب الفلسطيني كده او انها تصفية قضياته او انها تكبره على مغادرة ارضه اي فسل بقى ولا نكرة بيكتب لي مقال هنا ولا عمل لي دراسة هنا ممولة وبينشرها في الموقع ده ولا في حدها دي وانتا كاي تقول لي الخطة ومصر هتوافق ايه يا ابني يعني اوه دعي وجو اتكلم عدل مين مصر اللي يتوافق دي شيء يعني بقول نوع من المزايدة كمان مش بس المزايدة بقى مزايدة رخيصة اللي هو ازاي نضحك يعني غزة بتتضرب انا بس عايز اقول لكم انه شعب الفلسطيني في غزة لا يشاهد التلفزيون عن فكرة هو بيوفر الطاقة والوقود اللي عنده لحاجات احسن كتير من انه يعني يستهلكها في انه عندي يتخرج على الناس بيزايدوا عليه او بيندبون عليه او يولولون عليه يعني ما يعني هو وقت وقت هو اساسا يعني الاسرة الفلسطينية كلها على بعضها بنتماش عارف العائلة دي هتبقى موجودة مع بعض الصبح ولا لا يعني هم بيودعوا بعض قبل ما يناموا وبيسلموا على بعض الصبح يعني بانه الحمد لله لسه احياء فبالتأكيد في وقتهم ده مش هيستغرقوا انفسهم يعني فيما عدا نشاطاء تويتر طبعا والمحسوبين عطيرات السياسية مش هيستغرقوا وقتهم بقى في انهم يقعد يسمعوا مزايدات حضرتك ودعمك بقى للشعب الفلسطيني يعني فاحنا اصاب مشهد بقولك يعني وكأنه مثلا اللي اللي فرحوا بكرة يوم الخميس لقى يعجلوا ازاي نفرح وازاي وازاي تخش على عرصتك ولا تخش على عريسك ويغذب تبضر يعني يا جماعة ايه ده ايه نوع المزايدات ده اللي عايز يوقف الحياة يعني وطبعا فيه ناس تحب يعني لان الناس بتحتقر الفن والفنانين اساسا طرات الاسلامية وبعض للأسف حتى الفنانين نفسهم شايفين مهنتهم حقيرة بعض الفنانين شايفين مهنتهم حقيرة وحرام فعندهم الصراع ده طول الوقت انه الفن ده ما يتعملش في الأوقات اللي فيه الأزمة والحرب والبتاع كده يعني فيقعد بيزايد وبره خش المزايدة ده طب انت رأيك انت يعني حتى لو انت فنان يعني او مشتغل بالتمثيل بالفن وبتحتقر الفن ده موضوعك مشكلتك يعني عندك صراع نفسي زي اللي بيبيع خمرة في الفندق كده وعنده مشكلة نفسية انه ازاي بيبيع خمرة بينما الخمرة خرام ومش عارف ايه وكلام من ده فدي مشكلته بالضبط ده مشكلته للمتصور بيبيع الحاجة حرام فعنده عقدة الزنب دي كأنه هذا العمل عمل يعني غير شريف او عمل يعني مهين او عمل غير مهم انه تهريج يعني فما يصحش نهار رج وفيه حرب واخواننا بيموت يا رجل ايه ده ايه ده يعني ينتمي ايه لفصيل ايه ده طبعا ده ينتمي ليه تخلف ثقافي هائل موجود في المجتمع بشدة يعني لم يترك احدا يعني الا وامراضه بمرض العوار العقلي ده لكن في المحصلة اللي بيزايد برضه ورأيه انه والتتوقف الحياة من اجل ان احنا لازم نبدو واننا زعلانين يعني اللي بيعيط المفروض يسرخ واللي بيسرخ يعني المفروض يجعر اكتر يعني او يقطع جلده او ياريت يرمي نفسه من الشباك عشان قطر اللي بيحصل يعني مزايدات من النوع ده يعني ده بفكرني على فكرة بقصة رائعة هي المجموعة القصية كلها تحمل عنوان هذه القصة يعني كاتبنا الكبير الرائعة محمد المغزانجي اسمع الموت واضحك عن زلزال بيت بيتعرض الى هزة وهيقع فالعائلة كلها ان البيت هيقع ده بتتبادل الدحك بيقولوا ترائف مع بعض بيحكوا حكايات تنتهي الى الدحك رغم الازمة ورغم الخطر ورغم انهم كلهم معرضين للموت فالموت يضحك وده بفكرني برضو بقصة قصيرة الدكتور يوسف فيدريس الأديب العملاق اسمها العمليات كبرى يعني مش هحكي تفاصيلها لانه يعني بلاس 18 لكن في المحصلة احنا بنتكلم قصاد انه حتى في قلب الحداد المصريين اساسا في صرادك الحداد في صرادك العزة بيتحكوا يعني يعني فاحنا يعني فكرة انك تمنع الناس عن الحياة تضامنا مع ازمة انا عايز اقولك يعني يعني دي ليس نوعا فقط من المزايدة ولكنها ايضا نوع من المزايدة الرخيصة فاحنا اصد بقولك المزايدات من كل الاطراف على كل الاطراف انا بس اللي مندهش له فعلا يعني هو ليه محدش بيزايد مثلا على قطر يعني ليه المزايدة على مصر طول الوقت مستمرة طبعا الاندبطار الاسلامي هو اللي سايق ده كله يعني بما فيها الجماعة اللي اللي قلت عليهم الفشياء الانيقة دول يعني اللي هو فكرة انك هو تحس انه هو هو اخواني هو 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 جواء يعني الفشية الدينية دي تماما مشكلته بس انه مش عارف بطل بيرة يعني دي مشكلته انما هو بيقول نفس كلام الاخوة بتوى التنظيمات الدينية تماما فاحنا وصد انه حالة بقى انه المزايدة على مصر انما محدش جاء بسير محدش عمل هاشتاج لغاء لقطر اوقفي تصدير الغاز يعني كلش وقالك ايه مصر هي اللي تعمل مصر السعودية مش عارف ايه الامارات ايه ولازم يقطعوا ولازم يسحبوا طيب وبالنسبة القطر اللي بتصدر غاز للعالم الغربي اللي هو متضمن مع اسرائيل وامريكا والعلاقات من قطر وما فيش خالص مش مطلوب من مثلا قطر عشان تزبط ايه يعني متعذبة باللي بيحصل في غزة انها مثلا تطالب القاعدة الامريكية في دوحة ولا في العديد ولا في القطر بانها تأخذ جنودها واسلحتها وطنبي وتقفل القاعدة العسكرية الامريكية في قطر تضامنا مع الشعب الفلسطيني ايمانا بحق الشعب الفلسطيني انه قطر تمنع تصدير الغاز عن اوروبا والغرب تضامنا مع الشعب الفلسطيني لا احنا بس اللي يزيد علينا ليه مين اللي بيزيد ما هو اللي بيزيد هو الطيار الاسلام السياسي واللي دحك عليه الطيار الاسلام السياسي فدول أشغاليه وطبعا يعني والناس الغلابة بقى الطيبة اللي هي يعني ممسوحة العقل فبتمشي وراهم أو حسنة النية فبالطبل ورى دفوفهم عادي جدا فيش حاجة يعني شيء يعني باد المرض يعني مرض واضح فيه مزايد على تركيا محدش قال لتركيا أسحاب السفير ليه مش ما نحن اللي نسحب يا أخي طبعا إحنا يا أخي بنخس بمفاوضات عشان المعبر وندخل لمساعداته ونعم محتاجين التواصل بين الأجهزة وبين السفرات يعني يا أخي مش معقول يعني من مقتضى مش معقول أنا هسحب بقى السفير ولو إن السفير أساساً السفير أساساً بقى السفير أسرائيل مش إنما مش أسحب السفير المصري في عز مناعة أتفاوض وبعمل اتفاقيات عشان قاطر أنقذ الشعب الفلسطين فأنت بقى مش طالب من تركيا ليه أي تنازل من أي نوع يعني ولا أي موقف والحق أصلاً أردوغان قال إنه حماس جماعة مش إرهابية ما هو أصلاً وبصراحة لو قال إنه جماعة إرهابية بو هو إرهابية يعني نفس الجماعة مش إخوان مسلمين هم هم اللي يدورها يلاقي فيه مرشد لهم هما الاثنين يعني أمر اللي يقودني بقى ليه المرض التاني بقى المرض السياسي التاني الكبير وهو تديين الصراع يعني جعل الصراع مع إسرائيل صراعاً دينياً تديين الصراع ولو شقين هنا الشق الأولاني شق حماس إنها مسميها نفسها المقاومة الإسلامية وكان فلسطين دي ما فيهاش مسيحيين كان فلسطين دي ما فيهاش فلسطينيين مسيحيين موجودين قبل الفلسطينيين المسلمين أصل قبل الإسلام وكانه إسرائيل لما بتضرب غزة بتضرب المسلمين إنها ما بتضربش كنايس ما بتقتلش المسيحيين الفلسطينيين فأنت المقاومة الإسلامية زي اللي يقولك والشعب المسلم في غزة بيئياسة لا الشعب المسلم في غزة لا والشعب الفلسطيني في غزة لأنه فيه مسلمين وفيه مسيحيين واحتمال فيه ملحدين في غزة فده الشعب الفلسطيني هتعرف عامي زي الخطباء الجمعي يقولك اللهم ماش في مرضانا ومرضى المسلمين إنما المرضى الآخرين عادي يعني يتحرقوا ويموتوا جالياطة حاجة جالياطة المستشفى اللي تضرب اسمه المستشفى المعمداني بالمناسبة الشعب المسلم في فلسطيني حاجة فأنت بقى التديين بقى اللي انت شغال بيه للقضية ده أنا لم أسمع عن مقاومة دينية أو إسلامية في تاريخنا ده كله تاريخنا المعاصر طبعا في حروب دينية عندما طول الوقت في حروب دينية في كل ما كان في العالم على مستوى التاريخ يعني لكن على مستوى التاريخ فيما يخصه مقاومة وطنية يعني المقاومة في الجزائر دي المقاومة الوطنية المقاومة الشعبية اسمهاش الاسلامية كانت صوت الفرنسويين المقاومة في مصر طول عمرها اسمها المقاومة الوطنية المقاومة الشعبية طول الوقت المقاومة هي مقاومة كل الشعب وافراده ملاش علاقة بالدين ولا علاقة برجل ولا ست ولا علاقة بأبيض ولا سود ولا ده ده وطن يدفع عن نفسه بيقاوم انت لما تقولي لا بس هي الطيفة دي اللي هتقاوم وانا بس بقاوم باسم الدين مش باسم الوطن ومش عارف الحالة دي لما المقاومة الاسلامية انهزم يبقى الاسلام انهزم مش عارف لم يحمل لنا التاريخ المعاصر في وطننا العربي اي مقاومة للاستعمار او الاحتلال حملت عنوانا دينيا هنا مقاومة دينيا او مقاومة اسلامية او مقاومة مسيحية ولا مقاومة ما فيش طب ايه المشكلة هنا بقى في تديين الصراع المشكلة لكده بتنفذ اهدف اسرائيل تماما اسرائيل دولة ايمى على انها دولة لليهود انه وطن موعود من الله سبحانه وتعالى الى شعب الله المختار بانه دي ارض المعاند فاي ايمى اسرائيل على الفكرة الدينية فانت لما تواجه الفكرة الدينية بفكرة دينية او بالدين خلاص الموضوع انت سحب الى منطقة تانية خالص ليه لانه ساعتها انت بتقوله القرآن قال هو مش مؤمن بالقرآن اصلا وهو بيقولك انه ده احنا ربنا قال لنا في الطورة ان الارض دي ارضنا وانت اساسا مش مؤمن ان ربنا قال لهم كده فاحنا ملاش دعوة بقى يعني قصة الدين دي خارج المنافسة محدش هيخنع حد بدينه مين اللي احسن ولا مين دينه اللي احق ولا دينه اللي اصح هو بيجرك على عرضه انك تحول الصراع الى صراع ديني فتب المقاومة الاسلامية وهو بقى باليمين الاسرائيلي بقى اللي رافع شعار اليهودية واليهود بالمناسبة مؤسسين الدولة الاسرائيلية كلهم كلهم الحقيقة يعني حقيقة غريبة ومنشورة في كل يعني المذاكرات والكتب يعني ملاحدة البرجوريون ده اكبر ملحد في اسرائيل هو اللي اسس الدولة الدينية دي ليه لانه هو هدف سياسي بيستخدف في الدين فانت معدن بقى انه الحماس رأيها انه وطار الاسلامي يعني رأيه ان فلسطين دي وقف اسلامي مش عكس معها دولة فلسطينية ومسوعة تاري في اساسا بدولة فلسطينية يعني حماس اللي بقولك من تصرحات قالها واحد من مسؤولي حماس يعني خارج غزة فيقولك ان احنا نهدف الى انشاء الدولة الفلسطينية على الارض اللي احتلت في ساعة وستين ده من امتى الكلام وما اساسا يعني فكرة الدولة الفلسطينية دي بالنسبة لهم ده جزء من الخلافة الاسلامية ومن ارض الاسلام محايد زي دي ودي ارض اسلامية محتلة والمفروض المسلمين يحرروه فانت فعلا تديين الصراع بيبقى في خدمة حقيقية لاسرائيل وبيبقى فيها تفرقة وفتنة للشعب الفلسطيني واختطاف القضية الوطنية قضية الوطن الى قضية الدين فده كارسة المشكل بقى وانا لم اسمع بقولك ولن يكون يعني على الاطلاق هناك اي نجاح لمقاومة بدأة بدأة مبدئيا بنها بتفرق بين الشعب اللي هال مفروض بتدفع عنه فبادئ من اول لحظة حماس هو بيقول مقاومة اسلامية من اول لحظة بيفرق بين الشعب الفلسطيني من اول من 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 لحظة تفكيره مش ملاحظة حتى تنظيمه او عمله وبيخدم الفكرة الدينية الاسرائيلية بامتياز يعني طيب احنا قصاد بقى يعني وبرده ما شفناش احنا غندي ومندلة ويعني اشتغلوا على فكرة مقاومة دينية يعني شيء معذب جدا لما تتأمل وتعرف هي مصيبتنا جاي منين لانه كمان من البائس بقى الحقيقة انه الكل بيتجرر في الموضوع تديين الصراع ده يعني ويقول لك شعب المسلم في غزة واصل كده الاسلام بيتعرض الى خطر يعني حاجات توديك الى بيقول لك منطقة تبعد عن اي منطق واي حل وزعلنين او احنا من الحروب الصليبية يعني ونحن كل شعب منك الحروب الصليبية اللي تشعر في ايه وانت عايز تخليها حرب دينية معنى الحرب الصليبية دي ايه حروب دينية بتستخدم شعار الدين فانت هنا برضو عايز تقلبها حرب دينية وانت وانت بتتكلم حتى من 48 تلاقي حتى المسؤولين المصريين كتير جدا في خطبهم بيتكلمون بيقول لك اليهود اليهود واليهود عملوا اليهود سووه يهود ايه يا سادسة اسمهم الاسرائيليين اسمهم الصهينا ما اسمهمش اليهود لانك لغاية 56 كان عندك 75 الف يهودي مصري او مصري يهودي بالمعنى الدقيق الادق ويهود في المغرب ويهود في العراق ويهود في فرنسا ويهود في امريكا يعني اللي كانوا موجودين دولا الصهاينة اللي كانوا بيحربوك والغاية دلوقتي بيحربوك هم يسمونه الاسرائيليين مش اليهود فنعمل ايه بقى نعمل تدين للصراع فنعمل نقول لك اشوف هم اعداء الاسلام من اللحظة الاولى يعني ده القرآن حكى قصة سيدنا موسى في عشرين صورة عشرين صورة في القرآن نوعه 114 صورة يعني تقريبا اكتر من ربع القرآن ربع حديثه ربع صوره بيحكي عنه ويرولنا ربنا صحنا وتعالى قصة سيدنا موسى اساسا اظن اسرائيل مذكورة يمكن 43 او 42 مرة النبي اسرائيل طبعا وبني اسرائيل والحاجات مذكورين في القرآن 42 مرة النبي كان بيدير حوار مع اليهود والقبائل اليهود في المدينة في يثرب في المدينة المنورة ووقع معهم اتفاقية وعهد بين كل اهل المدينة ومنهم اليهود سيدنا عمر بن الخطاب لما تقرأ سيرته تشوف طول الوقت النقاش والحوار مع يعني احبار اليهود في المدينة ويمكن على اثر كده كان بيطرح اسئلة كتير ربنا سبحانه وتعالى من فوق سمع السماوات يرد عليها باجابات قرآنية يعني احنا قصاد ما كانش فيه لما حتى فكرة طرد اليهود من المدينة ده الاسباب سياسية مش الاسباب ديني في تحالفه مع الاعداء كشفوا ظهر المسلمين اللي هم متعهدين معاهم فكوا العهد او نقضوا العهد كلها اتفاقات دينية كلها اتفاقات سياسية الخلافات سياسية صراعات السياسية مش دينية القرآن بيقول لنا ان الطورة والانجيل فيهم هدى ونور ربنا بيقول لنا ان الطورة والانجيل فيهم هدى ونور ده ربنا اللي بيقول لنا ومش مرة واحدة ولا اتنين ولا تلاتة بيقول لنا في القرآن وتأتي الاوصاف وال يعني الهدى والنور في اكثر من صورة للانجيل والطورة فانا بتحولها دينية منين منين ده انت اول معركة بينك وبين اليهود من وجهة نظرك بعد ما عمر بن الخطاب خرج اخر يعني يا قبائل اليهود من من المدينة كان سنة 1948 يعني يعني شوف كل ده عصر في اليهود في الخضارة الاسلامية يعني ده صراحة دي الايوب اللي رجحهم القدس لان المسيحيين كانت راضوهم والصلبين كانت راضوهم فما يطلعش بقى يا فلينة يعني الجماعة بتوع الفتاوي ما يشغلوناش بالفتاوى دي والنبي مش نقصة فتاوى وتديين للصراع خرج تقولي بقى اصل المستوطنين مش مدنيين ايش عرفك انت تمالك يعني ايه شغلتك اللي تخليك تقول ان المستوطن مش مدني جايبها منين يعني ايه اللي يدخلك في الموضوع انت حضرتك قانون دولي انت حضرتك بتسمع اساسا ان خطاب السياسي المصري فاهم سياسة مصري ايه وبعدين يعني كل الغزوات وكل الحروب في القرون الوسط طرفها مسلمين مسيحيين مسلمين مع بعض مسيحيين مع بعض مسلمين ضد مسيحيين مسيحيين ضد مسلمين كلها اللي بينتصر بياخد الستات سبايا والولاد عبيد والرجالة مش عارف ايه كلها فمفيش مدنيين دي كلمة مدنيين دي مش موجودة في القرون الوسطى ومش مطروحة في الادياء ده العقل البشري في مرحلة النضج الانساني اللي حطنا على سلمها وعلى طريقها الدين وصلت الى انه ما فيش عبودية وما فيش رقة وفيه احترام لحقوق الانسان ولازم نفصل في المعارك بين المحارب والمدني بين العسكري والمدني فده عطاء انساني لحقوق انسان ومبكر حديث يعني مش من زمان فورده تجيب من اين وكل شوية تعد تزقني على انه اليهود هم اعداء الاسلام ده يا عبد الناصر ونطلع فتاوى ونعمل كتب الله ارحمه بقى يعني يعني اليهود بقى في القرآن والحديث ونقديها بقى عشان عبد الناصر كان منحارب باسرائيل السادات بقى سلام فنقوم برضه يعني رجعين للقرآن وطلعين وانجنحوا للسلم فاجنح لها يا عم مسكت خالص لما تيجي تتكلم في الاضافر الصينية تتكلم كمواطن تتكلم كجهة علمية اكاديمية مش جهة دينية ولا عايزين منك فتاوى ولو حد بعتلك يطلب منك فتاوى ما تفتيش ما تحولناش الصراع الى صراع ديني الحقيقة مش رأسات يعني فضلا على انه ده بيخدم إسرائيل ولو روحنا خدنا الفتوى بتاعت حضرتك بقى ان المستوطين مش مدنيين وخدوها بقى على الامم المتحدة بقى وضوط حقي انسان والحق مين اللي بيقول ده الجهات الرسمية الدينية يا راجل مش معقول هذا امر فعلا يتجاوز العقل والمنطق طبعا من المشاكل والامراض الكبرى هي فكرة غياب الوعي النقدي والعقل النقدي عشان كده احنا اصد اشاعات تتقال فتتصدق اخبار وهمية تتقال فالناس تمشوا وراها وتتنقلها مفيش عقل نقدي وعي نقدي عند المجتمعات العربية يفكر ويسأل يناقش ده صح ولا غلط ففيه الروح البغبغائية دي مسيطرة بشكل كبير فبيعمل ايه وسيل التواصل الاجتماعي كشف الده بوضوح كعدسة مكبرة يعني فبيحصل ايه ان اي جهة منظمة تستطيع انها تسوق الرأي العام العربي على لانه شغالين كلهم يعني نعرف نعمل حرب بين شعبين ببساطة جديدة جدا ليه لانه مفيش وعي ليه لانه الناس ماشي وراها واطفة وغرائزها مش وراها عقلها ليه عشان الناس ما بتتدبرش الكلام قبل ما تقوله والكلام وهي بتقراه تفهم معانيه وتنقضها وتفهم الصح منها والغلط واللي يتعمل واللي ما يتعملش فالوعي المشوه ده يخلي اي حد يسوق الرأي العام مخابرات بقى دولة اجنبية جايز اسرائيليين بقى جايز وفي حسابات اسرائيلية طبعا شغالة بتوقع بين العرب وبعض يعني حاجة كده كانوا بيدا رسولنا حاجة في المدرسة برضو من ضمن المناهج الغلط مصرحية اسمها تحت راية الاسلام اليهودي اللي بيوقع بين الاوس والخزرج في المدينة وبعدين ازاي بقى ان المفروض الاوس والخزرج يفوقوا بقى لقابلتين بقى لدولة الانصار يفوقوا بقى ان اليهودي بيوقع بينهم وحاك ده في المصرحية بتاعتزان دي خد فيها نحسن ممثل في المدرسة المنوفية على فكرة يعني انت بقى الاخوان يسوقوك عادي ممكن يسوقو الرأي العام ببساطة جدا لانهم منظمين وهم بيسوقوه طبعا انت بقولك اي جهة منظمة بقى اسرائيل مقابرات دولة اجنبية حكومة دولة عربية اي حد اي واحد معاه ارشين وعارف الشغل لاجمة اكترونية كويسة لجان اكترونية الاندية لجان اكترونية المشاهير يقدر يسوقك زي ما هو عايز ليه لانك مسلوب الوعي تمشي وراه كده بدون وعي المرض بقى الاخير اللي عايز اتكلم عنه هو الانكار نحن لا نسائل انفسنا ابدا ولا نحاسب انفسنا ولا يعني ولا عملنا اي تحقيق في حياتنا لأي مصيبة او بلوة سياسية او غير سياسية حتى حصلت فدرسنا اسبابها وابعادها وحاسبنا مسؤوليها ما فيش خالص فاحنا بنحصل نوع من انواع الانكار ان احنا عندنا مشكلة انكار ان احنا للمخطئين انكار ان احنا السبب في اللي حصل انكار لنا لنا دور يعني لما كون احنا الوضع العربي على هذا الشكل وعلى هذا النحو وشايفين احنا المشهد في غزة كاشف ما فيش ولا يعني طرف عربي قادر على انه يقول انه ما هي طبعا اسرائيل وعدوانها اسرائيل واجرامها اسرائيل وارهابها مفروغ منه يعني لما حد سأل نفسه ايه مسئوليتنا احنا كعرب على اللي حصل ده مدى مشاركتنا احنا كعرب في المصيبة دي والمصائب اللي بتحصل على دماغنا طول الوقت ايش حرب العراق ايش حرب اهلية في ليبيا برضو بحاجات اللطيفة قوي المجلس النواب الليبي قال لك نطرت كل صفر الدول العظمى والمشاعد العيد الإسرائيل يعني الليبيين حتى يتوافقوا مع بعض تطرت سافرية حاج انت عارف تروح طرابلوس اصلا ما ده من خياب اللي احنا فيه ما ده من الانكار المسئولية اللي احنا فيه يعني ينفع البرهان والحمد في السودان يعلق لعلى اللي بيحصل في غزة ده انتوا اخدين ده انتوا بتقتله في شعب السودان انتوا هينظروا على الشعب الفلسطيني وهيحكون اللي افلاء فلسطينية مش لما انتوا اساسا نشوفكم ناس فهم بلادها وعرف تصون شعبها وتحترم شعبها وتحفظ دمه وتوحد بلده ناصة هي تنظير وناصة هي مزيدات حاجة زي برضو ونفس الفكرة انه محاولة تبرئة حماس يا جماعة مش قلنا حماس حركة وحكومة طبيعكم وفشلة انتوا طول وقت عاديين تهاجموا الحكومات العربية ولا واحد هاجم حكومة حماس الحكومة الفشلة اللي ما دفعتش عن طفل فلسطيني عن رضيع فلسطيني يعني ما حامدش مستشفى في فلسطين في غزة طبعا طب تستقيل حكومة لماذا لا تستقيل حكومة حماس يعني لماذا وتسلم الحكم ليه السلطة الفلسطينية ولا هي تسيب غزة ارض محروقة من الاسرائيليين وما تسلماش للسلطة الفلسطينية ومش تحافظ على نفسها كحركة مقاومة فيما تزعم وتدعي وتتخلى عن الحكم عشان على الاقل تصن دم الشعب الفلسطيني وفي الاخر هي يعني مش هتنسحب وتخرج في الاخر في حكم فلسطيني هو لا يدير من فلسطينيين هما لا يديروا ويحكموا غزة يعودوا الى حكم غزة مرة اخرى السلطة الفلسطينية الشرعية ويتوقف الانقلاب الحمساوي لا طبعا لحد يجرؤ يقول لحماس استقيلي ولا ان انت مسؤولة ولا انت سبب المصيبة اللي فيها الشعب الفلسطيني ولا انت خطفة الشعب الفلسطيني لا محاديش يجرؤ ليه الصعوب في عدوان وضرب طبعا ومين اللي العدوان يعني انت عايز تقول لي ان صدام حسين مش احد شراكاء العدوان الامريكي على العراق عايز تقول لي ان القزافي مش احد شراكاء العدوان حلف الناتو على ليبيا ايه ده للضرغات ينكر للضرغات ينكر ما هو ما احنا لن نتقدم خطوة ولا هتشوفه يعني للعالم العرب دي قومة بجد ليه لاني ناس بتجذب على نفسها انا قلتلك قبل كده استراليل تجذب على العالم كله والعرب يجذبون على انفسه فحماس بدل ما تستقيل دلوقتي وخلاص مش هي حماس دلوقتي يعني بتتوسط قطر مع الاسرائيليين عشان نطلع خمسين من الاسرة او من الرهائل المدنيين مقابل مجاني كده بعد ما كانت بتقول لا تفاوض ولا تراجع ولا استسلام يعني والاسرة دولا نتناقش بعض الحرب طب يا سيدي بدل ما انت بتعمل كده ما تسيب الحكم قول انا يوالشعب الفلسطيني احنا بنتنحى عن حكم غزة حكومة حماس في غزة بتستقيل وبتقدم الحكم وبتطلب من السلطة الفلسطينية عادة يعني مؤسساتها وقيادتها الى غزة وتبقى بقى حكومة السلطة الفلسطينية بقى هي اللي بتتفاوض مع اسرائيل هي اللي بتوقف الحرب ان ملاء لا يمكن مستحيل هو عايز حكم غزة عشان يتمكن من مقططه يتمكن من هدفه مش علشان يخدم الشعب ولا علشان الشعب الفلسطيني ده الراجل طلع بمنطقة البساطة بمنطقة البساطة بمنطقة الرخص ولك يموت ملايين يا موت لا يوجد شعب لم يضحي ولم يموت بالملايين من اجل قضياته عادي جدا بالملايين من اجل قضياته قاعد انا في فلدق في الضحي وهو يموت من اجل قضياته الملايين الردة على عادي يعياته والاطفال اللي بيموت والاسر اللي بتختفي ومحدش لايوسائل حماس انكار انكار اصالها مقاومة ما فيش مقاومة وطنية يأيدي الإخوان طبعا يا إيدا الإخوان مهموم إخوان إنما أنت تعيدها ليه أصل ده تعرف لو حماس استسلمت ووقعت شوف هيحصل إيه في الدول العربية حيات النبي صلي على سيدك كده صلي على إيشفع فيك يعني العراق وقعت وليبيا وقعت وسوريا اضمرت وضربت ده وحماس موجودة بل خيبة فعلا خيبة خصور وعي رهيب أنا مقدر طبعا إن الانفعالات والمشاعر والعواطف ممكن تخلي الناس يعني أحكمها يعني ليست بالضرورة دقيقة أو صائبة لكن في المخصلة حالة الاستقطاب اللي إحنا فيها الحد الأدنى إن إحنا نتوقف عن المزايدات الحد الأدنى إن إحنا نقبل بالأصوات المختلفة الحد الأدنى إن إحنا يا جماعة زهئنا من الاستوانات القديمة التي لم تأتي بأي فائدة للشعب الفلسطيني والأدنى الفلسطينية وإن الأمر يستحق المراجعة بالفعل فيعني المراجعة أفضل من التراجعة فلازم نسائل أنفسنا وأننا نعيش طول الوقت في حالة الإنكار والبغبغة اللي مستمرة بلها سبعين أكتر من سبعين سنة خمسة وسبعين سنة من سنة تمانية واربعين وحالة البغبغة السياسية دي بغبغانات قاعدين يقولوا نفس الكلام اللي بيتقلب لكده خلاص خلاص يا جماعة يعني يعني على الأقل اتركوا الطيور الأخرى تغرد مش بالضرورة بس حق البغبغانات فينهم يتكلموا في الوطن العربي إلا فصل